تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويحضرني الآن مثال كان اختلف فيه العلماء قديما متسائلين هل الفقير الصابر خير أم الغني الشاكر أقول منهم من يقول هذا منهم من يقول هذا ثم ما رأيت يوابا قاطعا للخلاف ناجعا إياه إلا كلمة ابن تيمية رحمه الله أضلهم عند الله عز وجل أكثرهم عملا صالحا القضية ما نعلق بالمال وبالقصر فقد يكون غنيا ويكون المال وبالا عليه وقد يكون فقيرا فيكون فقره أيضا وبالا عليه وقد يكون فقير صابر قانع لقضاء الله وقدره فيكون هذا أخير من ذلك الغني الذي تكلمنا عنه وبالعكس قد يكون هناك رجل غني أمواله اكتشفت بطريق حلال ثم هو أيضا يصرفها في الطرق الحلال من داخله ثم لا يفسد إنفاقه بالمن والأذى كما هو المأمور به في القرآن الكريم فيكون هذا خير من كثير من الفقراء الصابرين لأن من فعل هذا أكثر من من فعل ذاكا الصابر على فقره ترجمة نانسي قنقر